ثلاثين مسمنة ستصوي بها من نصف كيلو ديال الدقيق فقط بلا تمارا بالعذاب ستصوي بها كمية كاملة في دفعة واحدة في رمشة عين و بلا دليك و بلا تمارا السلام عليكم الآن سنعطيكم طريقة التحضير مع المقادير في نفس الوقت أول حاجة اللي بنات درتها هي جوج زلايف ديال الدقيق ارتب و زلافة ديال الدقيق الفينو و معلقة ديال الخميرة الفورية معلقة ديال السكر سنده و نصف او معلقة او ملعقة صغيرة ديال الملح بغيتوا تضعفوا الكمية ضعفوها انا تبارك الله غير هاد الكمية هادي وخرجت لي ما شاء الله اكتر من ثلاثين حبة ديال المسمنات لصغارين كيف ما كتشوفو سفي جمعة العجين بماء دافئ و هنا كنت نعطيكم المده اللي تلكتو تقربا واحد ثلاث دقائق انتم ما بغيتوا تديروها البنت في العجانة ديروه ما بغيتوش غير بديداتكم على العجينة كتطلق و كترخف سفي هنا يا جمعتها درتها في بلاستيك الغذائي و غنخليها ترتاح لانه كل ما ارتحت كل ما ناجينا كتولي رائعة ارتبة و كتعطينا الطوع و كتمشي معنا فين ما يعني حطيناها سفي هنا هاد الخلطة هادي اللي فيها شوية ديال نشط دورة و شوية ديال الفينو و خميرة ديال الحلويات سفي كنجمعو كنخلطوها كما كتشوفو العناصر مع الزيت العادية كنحطيها حتيها في زليفة لانه غدي نحتاجها و في هاد الاتناء هادي كيف ماشتو العجينة هاية جبتها قدمكم رخوة مطلوقة شوفوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله يعني كيف ما اديتوها كتمشي معاكم و كتعطيكم الطوع سفي في هاد الاتناء هادي غدي نقسمها الكورات انا هاد القياس هاد اعطاني اربع كورات انتو ما كيف ما كتشوفو و كنوضعها على على سطح يعني من الخاشاب او صحن او اي مكان كتحطوها فيه سفي و كترجعو تغطيوها ترتاح واحد الخمس دقائق فقط لانه هاد المسمن رائع و سهل 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 بزاف يعني غتوجدو في واحد الوقت اللي قصير و مدة وجيزة سفي هنا كيف ما شتو ارتاح العجينة ديالي ارتحت غدي نبقى ناخد حبة بحبة فهاد الاتناء هادي غدي نطلق هاد العجينة هادي هانتو ما عدي تشوفو كل شي بالتفاصيل و سهل انو كيوجد بسرعة و تعطي كمية كتيرة سافي هانتو ما كيف ما شتو كنبسط العجينة ديالي فقط بالزيت و كانتو انتو بش تعرفو العجينة انها كتنجح انها كتدير دوك فقاعات بحل بحل سفنج هانا كتعرفو انو العجينة ارتحت ما شاء الله و كتعطينا الطع و غدي يجي بيها المسمن اغزال سافي كيف ما شتو البنات هانتو ما اتقرب سطح العمل ايبان يعني اتقرب الرخام انو هيبان من التحت سافيو كنجيب الزبدة انا ما كندوبهاش كتعجبني اني اندي رائع لها تشكل هاكا لانو كتعطي واحد توريق رائع المسمن سافي هنا ايا كيف ما شتو بعد محطة الزبدة يعني لها الطريقة هادي كنوضع هاد الخلطة هادي اللي رائع لبنات حتى هي كتعطي واحد واحد القرمشة اللي مسمن ديالكم و دابة هادي الطريقة للي فاش غادي تستعملوها غادي تستعملوها غادي ترتاحوا يعني غادي تستعملوها الطريقة هادي صافيو ربعات المرات و غادي تهنو ما غا تبقا ولا تورقو حبا بحبا حبا بحبا حبا بحبا تمت انسكنوا صافيو كنبقاو على هاد الشكل هادا حتى كلويو العجين ديالنا بغيتو تصغروا التلوية كتصغروها تصغيرها على حسب انتوما الشكل دي المسمين اللي بغيتو يجيكم بغيتو تكبروها كتكبروها أنا هكا كي يجيو حللوين كي يجيو صغير وورين متوسطين مزيانين يعني اللي كلا هكا جويجات مزيانين يعني كنا نعطيكم أنا الشكل اللي أنا درتو يعني وعجبني سافي كيف ما كتشوفو هالطريقة هذي سافي غادي نبقى نخدم هكا يحتى نكمل أربع كورات كاملين بهالطريقة هذي سافي فاش غادي نبدأ يعني نبغي نبدأ او نقطع هذي المسمينات كنبدأ باللولانية اللي قطعتها من بعد ما كتكون المقيلة ديالي قدرتها فوق البوطة كتسخن ووضعت فيها شوية ديال الزيت سافي ونجيبك نقطعه لا بدو تقطعه بالمقص او نقطع هذا البيتزا او السكين اللي هو الموس انا قطعت فقط بالموس وجو نيشان وجو عبار بحال بحال هانتوما كيف ما كتشوفو سافي هذي الثنية الاخيرة اللي اتنيت سافيك نعود نقلبها على هذي الشكل هكا يا سافي وفادي الاثناء غادي نقطعها بالموس عادي وقد تديروا انتوما القياس اللي بغيتو هانتوما كيف ما كتشوفو في الصورة يعني لقد تقطع معاكم بكل سهولة هادو انا كنت حطيتهم فوق الطبلة يرتاحوا على خطر خطرهم سافيك نقطعهم من بعد كنكون ندرت المقيلة ديالي كتكون سخنات وكنطيب يعني بثلاثة 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 يعني هنا بشك تكون ديك القاضية ديالان انا مرقوش نطيبه بحبة بحبة تيجيو صغير ورين حللوين بشك تحتوهم في المقيلة كالطيبه هون دقة واحدة مخدوها ليش البنات احتى نص ساعة مخدوها ليش يعني ضغيه 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 طيبه وطيبه ومشاء الله غير البطاة نقصو ليها انا هنا را خليتها حتى بدتك تطلعت خليها عاد نقصت ليها البطاة نقصت لي يعني حتى سخنات عاد نقصت ليها وخليتهم ايه طيبوه هانتوما شوفوا البنات غير تحطوا الملويات على الزيت ديالكم ايه طيبوه هانتوما شوفوا ثلاثة الملويات بالنسبة للبنات غير يسولون هاد المقيلة هاد البنات خليتها من بيم الله يعمر لي هاد دار كان طيب فيها المسمن كان طيب فيها الكريب كان طيب فيها البغرير كان طيب فيها الحريشة كل شيء يستطيع طيب فيها غزالة ما عطوش كينة دابة ولا لاتقابة اندبر عندي عميين وهي عندي ولكن را هافنة كدير الدور ديال المقلال كبير تقيلة يعني انا عجباتني وكذلك رغي يكونوا الناس اللي يجربوها حتى هما يا رغي تكون يعني نافعهم بزاف سافي هنا كيف مشتو انا كنوريكم الطريقة بالتفصيل كتبقى ويدكم ويتقلاب باش الجوانب كاملين كيطيبو ومرا مرا هكا رشيشة ديال الزيت هي رشيشة هكا خفيفة سافي سافو كتحيدو شوفوا ما شاء الله اللوين ديالو ما شاء الله كيش هي وكيجو حللوين صغورين يعني اللي كلها هكا جويجات اللي يجعل البراكة شوفوا ما شاء الله هالبنات كيف ما كتليكم را خرجت ليها ثلاثين حبة ما شاء الله يعني كمية مزيانة اللي غد يدوز لنا واحد المدة ومن بعد عودتاني نعودوه سهل ما نبقوش دا بقع نهزو لي هلهم انتم كيف ما كتشوفوا البنات را وردكم كيفش كيجي من الداخل مورق عطيم بديك سميدا اللي دا كلفين اللي درناليهم من الداخل تيخليه حريروش وتيخليه مقير مش من الداخل انتم ما شتو كيفش كيجي البنات من الداخل تيجي غزل شهو منو ما تنسونيش من اللايكات الله يكبر بكم وشكرا جزيلا لكم انا وصلتو حتى لها هنا وانتمينا لكم نهاركم بروك وطلو لي فرصكم الى فيديو قادم بإذن الله مع السلامة